صباح الفلة استواطني صباحك زي اللبن الحليب يا دكتور ريض ما تنساش بقى النهاردة معاد جلسة الكهربة بس سمحنا الله يكرمك انا مش حعرف عد عليك بس حبعتلك واحد زي واحسن وما تحاسبوش ها؟ ربنا ما يحرمناش منك يا دكتور ربنا يديك الصحة صباح الفلة زغلول صباح خير يا دكتور ماجدي خلصت البلط ولا ايه؟ خمس زي وكن جايز يا دكتور لا خمس زي ايه انا كده هتأخر هطلع انا عالمستشفى وحبقى عد عليك قبل مطلع الصيدلية ياخده منك ماشي؟ ماشي بطة؟ ايه يا دكتور ردو تقولك ايه؟ ايه؟ ادي لومك بقى حقنة الانسولين دي وخليها تاخدها قبل الفطار ماشي؟ ها ماشي راحة فيه؟ ايه؟ لا ادهالها دلوقتي ما تخليش الوقت ده يقعد يبخ في هدانك يلا يلا اظن كده هتنجز ها؟ اعتبروا خلص يا دكتور سوال فلة محمد ربنا يوسى عيزك ويفتحها في وشك يا دكتور ردو معلش سامحني النهار ده انا يا عيسوي انا مش عايز منك فلوس يا دكتور ردو يعني انت كشحات ممكن تعوز مني ايه غير الفلوس؟ تعاطف مثلا؟ حاجة للصدوع دماغي هتتفرتك اه طيب امسك يا عيسوي بس خد بالك يا عيسوي ده رابع شريط تاخده مني الشهردة لدرجة ان انا شاكك انك بتاخده تبيع والله هابت يا دكتور ردو انت وضميرك بقى اهم حاجة ما تاخدهوش على معده فاضية ما هي فاضية على طول زي ما انت عارف اه ده طلع البرشام ده جر رجلي يعني ماشي حظك حلو امسك ده سندودش بيت بالبصرمة كنت نوا في طربيه حلال عليك مفيش حلوة يعني في الاول برشام وبعدين بيت بالبصرمة ودلوقتي عايز حلوة مش عايز سجاير بالمرة عيسوي انت وزوقك بقى لا انا سجاير مش هساعدك عليها امسك قدلك سندودش حلاوة حل بيبقك ربنا يحللك الدنيا ويسكر طعمها في حركك يا دكتور ردو يا رجل يا امير صباح الفل يا صاصة اه لان صباح الفل يا دكتور ايه الاخبار خلصت؟ والله يا الفيزبة كانت عاوزة حتى الفيزبة عاوزة انا حلاقيها منين ولا منين بقى يا اخوانا عاوزة ايه الفيزبة؟ عاوزة عامرة يا دكتور وبعدين المتور نعم قوي طب بص يا صاصة لو الفيزبة فتحتك تاني في موضوع العامرة ده قول لها ان انت ما شفتنيش يا دكتور صباح الفل صباح الاشترا يا دكتور نهارك اشترا صاصة نهارك ابيض يا دكتور يعرفي سلامة سلامة حبيب سلامة يا دكتور شكرا المترجم للقناة 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 وانت تكتب دوا بصفتك ايه؟ اللي انت عملته ده يا أستاذ جريمة وأنا مش هفوتها لك ساتك موقوف عن العمل ومتحول للتحقيق يا دكتور أنا ما عملتش ومرتبك كمان موقوف عندما نشوف الشؤون القانونية هتعمل ايه؟ تفضل أستاذ تفضل موسيقى 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 سلام عليك يا دكتور سلام ايه يا رضا ايه الساعة معك كان دلوقتي معلش يا دكتور انا اسف جدا والله اسف ايه الاجزخانة من كركبة والمخزن جوه يضرب يقلب مش عارف الاقي فيه حاجة انت مش هتروح النهاردة لما ترتبه وتعمل جرد للمخزن كله تحت امرك يا دكتور بس كنت عايز استسمع حضرتك في اني محتاج اقبض النهاردة اقبض ايه انت لسه قبضك فضل علي اسبوع اه ما انا عارف يا دكتور بس يعني عندي ظروف ومحتاج اقبض النهاردة ظروف ماشي تفضل ربنا نخليك ليه يا دكتور وما تحرمش منك ابدا انت الشهر ده يا رضا ليك 1800 جنيه صح؟ مظبوط يا دكتور ساحبت ادوية بـ 1786 يبقى الباقي ليك 14 جنيه 15 جنيه هو ماسي دي لا على ايه بقى يا دكتور 15 جنيه انا هاخد بيهم باكو مناديل احسن الو مين يا فندم؟ دكتور شريف؟ اهلا يا رضا تعالي واه حضرتك اللي بتفتح الباب نفسك يا دكتور شريف انت معاكش حد ولا ايه؟ اه نقعد لوحدي تعالي مفضل ها؟ تعالي تعالي يا رضا تعالي ابت قاعد يبا ايه صحش يا دكتور يوه هو عرضه وخلصني أنا عارف حضرتك بعيتلي ليها دكتور بس أنا قلت اللي يمليه عليها ضميري وشاهدت شهادة حق أنا شفته بعناي دول بيبيع ترمضون قدام المستشفى انسى الكلام ده كله دلوقتي أنا بعيت لك عشان حاجة تانية خالص حاجة تانية ايه بس يا دكتور يقولوا واقفوني عن العمل وحولوني للتحقيق حتى المرتب واقفوه لويني دفتر رشدات اللي قدامك ده حاضر يا دكتور تفضل السيد مدير الشؤون القانونية بخصوص الممرض رضا عبدالابو الشربيني الشنديدي الشربيني الشنديدي يا فن الشنديدي حضرتك بتتلغبط فيها من ايامك كلية برجاء عودته الى العمل فورا وصرف كافة مستحقاته المالية ها ها خلاص ارتحت تكتر ألف خيرك يا دكتور والله انا مش عارف اقولك ايه ربنا يعلي ملات بك قادر يا كريم دلوقتي بقى عايزك تركز معايا كويس يا رضا حاضر فتح لي ايديانك وسمعني ما تتخضش من اللي حاولهولك ها حاضر انا اخترتك انت بالذات يا ابني لاني عارف وواصق ومتأكد انه طول عمرك وات جدع وش ها ومقلص وعمرك ما عملت حاجة وحشة في حياتك وانا من ايام وكنت بدرسلك في طب وانا عارف كده كويس عنك مش بس كده يا دكتور حضرتك كمان اللي عينتني في المستشفى وانا بصراحة مقدرش انسة فضل حضرتك علي والله العظيم كنت متأكد ان حضرتك لا يمكن يرضيك ابدا اللي بيعمله فرماوي والدكتور رقفط في المستشفى يرضيني انا اوسخ من فرماوي ورقفط بكتير محب بعدها لك انا اللي قدامك ده اوسخ من فرماوي ورقفط ميت مرة ده بقول ايه حضرتك يعني بتقولها مرتين ليه يعني ما يصحش اكيد في حاجة غلط لا ما فيش حاجة غلط هي دي الحقيقة يا رضا احنا ارتكبنا جرائم ابشع مما تتصور عملنا حاجات وحشة كتير قوي ما كناش لوحدنا كان ورانا ناس مش ناس عادية ناس لما هقولك اسميهم دلوقتي هتقع من طولك يا طب انا مش قادر افهم ايه المطلوب مني بالزبط يعني اقع من طولك لا انا مش عايزك تقع بالعكس انا عايزك تصمت طولك عشان لو جرالي اي حاجة يا رضا تاخد المستندات والمعلومات والادلة وتجري بيها على طول عن نائب العام ثانية واحدة يا رضا اتفضل يا دكتور ايه دا؟ دكتور شريف اوسخ من فرماوي ورقفت ميت مرة؟ لا طبعا انا مش مسدق ؟ الحمد لله دكتور شريف 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 دكتور خير دكتور ايه ده؟ دكتور في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ ايه؟ دكتور شريف 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 خدمتور شريف المترجم للقناة 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 موسيقى باشا سيارتك عايز مني حاجة تانية لا يا رضا انت بدأ تنوح دلوقتي وانا انا عوقت تحتانية بعدك هتعوزوا في ايه تانية باشا ده غالبان ده بيذلي عليكم لاحقا خلاص ياما ابني لا يمكن يمدي ايده على حد لأبدا نسألنا انا خلاص ياما ده ما يعرفش يتبع بارها خلاص ياما ابني لا ليه لف بلتك ولا بقاتلي يا باشا حرام عليكم خلاص ياما ابوس ايدك خلاص اسكوتي شوية بقى سيكيبوش امك مش هتقدغل لما تحبسك يا بيه انا غلطان انا غلطانة اللي بحامي عنك حقوقه علي يلا يا خود خد مراتك من هنا وهو فينا حاضر وانا هروح انا وفاكم ياخدني ايه يا خلصي دي ساعة بقت اتناشر ياخدي ياخد له بصة ولا حجنين بالالف جنيه اللي احنا دفعناه مش جوزي بصراحة ماما عندها حق عندها حق ايه احنا كده ممكن نتخد اداية يا عشرف ايه يا عشرف بيه انا متأكد من اللي انا بقولك الدكتور شريف ما انتحرش الدكتور شريف اتقتل والله العظيم اتقتل يا ابني المسدس اللي اتضرب به مسدسه والطلقة اللي جات فيه خارجة من خزنة مسدسه خلاص بقى يا رضا انت هتعرف اكتر من الباشا عد يومك المشفيد ده انت مين انت؟ على مراته يا باشا مكتوب كتبنا بس شكلنا كده مش بايل لنا جواز يا فندم انا كنت قاعد معاه وكنا قاعدين بنتكلم عادي جدا ومضالي على الطلب اللي انا كنت عايزه وقام عشان يفتح الباب معقول هيكون انتحر فجأة؟ اسمع يا رضا كل التحريات بتقول ان انت كنت اخر واحدة عنده وما حد تشرح له بعدك يعني لو اتقتل يبقى انت اللي قتلته ها ايه رأيك؟ اتقتل ولا انتحر؟ انتحر يا باشا لا انا شايف انه اتقتل ورضا ينورنا هنا شوية لا يا باشا هو انتحر يلا بقى يا رضا والنبي قدامي والله العظيم اتقتل داني انت يا رضا يلا بقى يلا بقى قدامي بقولك قدامي انت ايه؟ عايز تودي نفسك في ستين دهيا احنا مال احنا اتقتل ولا انتحر ولا تهبب على عين امه هو كان من بعيد عائدنا يتقوب ويكفر عن زنوبه بس للأسف مالحقش خلص يا رضا معلش ما تزعلش نفسك صابرينا انا متأكد ان الدكتور شريف اتقتل ما انتحرش ومتأكد كمان ان اللي قتلوه هم اللي كان عايز يفضحه طب واحنا مالنا بكل ده؟ احنا مالنا احنا مالنا ازاي؟ يا صابرينا المستشفى دي بيتعالج فيها الناس الغلابة اللي زينا وزي اهلينا يعني لو حد فيهم دخل المستشفى دي يا عالم حيجرب فيه ايه؟ عايزان هاسكوت ازاي؟ طبعا يا رضا انت عارف اننا من يعملو زيارات عارف يا فهم بس انا خليك تدخل علشان انت اللي قنصت في حياته طب يا ترى دكتور فيه امل يعني انه هو يفوق ان شاء الله ان شاء الله الامن فرابناه كبير خمس زيارة ازاي بتفعلها اوكي؟ تحت عمرك يا رضا شكرا رضا تحب ادخل معك؟ لا اخليك انت يا صبري شكرا 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 انت بتحط ايه في الكنول؟ ده فيتامين فيتامين ايه واريني الحقن دي ده انت مالك انت دي شغلك انا دي شغلت انا كمان هات الحقن دي بقولك يا ام يا ام يا ام يا ام استنى انا تلاح في الوزيزة لعدقاتك يا ام يا ام يا ام يا ام يا ام صابرين 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 انت كويسة انا كويسة يا ردا بس انا مش عارف ايه اللي بخليني بحبك وعيزة كوزك انك انا عايزين يهتلوها يا صابرين عشان يصدقوا انه ما انت حرش فالك يا ردا انا عايز اروح كيف هي ما اللي حصل في النهار ده كده كثير حروحك حاضر حروحك والله بس في مشوار مهمة اوي لازم اعملو بشور ايه تاني يا ردا بشور ايه تاني يا راعة عم رب تطلعت لي في البخت وما فيش كدك في الاسم ده ولا ايه يعني هو بمزاجة يا اشرف بيه شاكله كده بمزاجة يا ريتا مرة جاي لبطولك مرة مدرجر اهلك وجاي ومرة جايب لخطبتك يا ابن حلف اسم مش في دريم بارك يعني انت سيادتك عايزني اشوف جريمة قتل قدام عناية وطنش انا بعمل اللي يمليع عليها ضمير يا فندم والباقي بقى بتاع سيادتك انا ماليش فيه استغفر الله العظيم يا رب سيادتك فيه صوت كده ده حضرتك؟ لا ده الكورسي بايز وانا يلوم كذا مرة يصلحوه تخلينا في القضية ايه بقى اللي خلاتي شكف موضوع الازازة والكانولا؟ اقول لي سيادتك الراجل وهو بيحط السائل جوه الكانولا كأنه اول مرة يعمل الحكاية دي وبعدين دي شغلت يا باشا وبعدين يا باشا لو ما فيش حاجة غلط في الموضوع كان حيفقى علي البوكس ويطلع يجري ليه؟ الله يفتح عليك يا صابرين قولي لي يا حبيبتي هي لسا بتوجعيك؟ قوي يا رضا دي حمرت ألف سلام عليك يا روحي ألف سلام خايف قوي تزرق؟ لا لا ما تيلاقيش ان شاء الله واضح كده ان انا بحقق معاكو في وقت غير مناسب تحبوا تشربوا حاجة؟ اه صح لاب اجيبلك صح لاب اجيبلك صح لاب بس يا بس ركز معاي حد فيكو شوف الراجل ده كويس انا مشوفتش حاجة يا باشا على اول ما تضربت البوكس في خلقتي ما شوفتش قدامي انا بقى شوفت كل حاجة يا فانتم ومستعدة اقولك مواصفاته بالملي ايه مسك يا صبح عاوزك تختفي خالص مش عاوز اي حد يعرف لطريق جورة سافر البلد روح في اي حده حد ما تشوف هنعمل ايه بس دور قليلين يا دكتور احنا كنا متفقين على مبلغ وقلت انت نفست اللي احنا اتفقنا عليه ما انت خبت خبت خبة كبيرة كمان احنا طبنا انه اللي بديلك اي حاجة من اساسه يمسي بقى غور من وشي لطلقسما بالله انا اللي بلغ عنك خلاص خلاص اه يا صبح بتخيل انت على الله ما تعصمش الدكتور خبلك من نفسك وتماشي ماشي 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 يا فرماوش على مهلك شوها دكتور مش كده مش عارف الدكتور الشريف ده ايه؟ ماشي ده المهم يا دكتور المهم احنا هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجة دلوقتي لحد ما نعرف ايه اللي حصل بالزبط ما عاوزك تروح المستشفى وتعس كده وتبلغني اول بول من غير ما حد ياخد باله تماما دكتور ايه؟ ايه ده؟ ايه يا نادية فيه ايه بس؟ فجتنا من هنا يا رضا معلش معلش اصلا انا معلمتش من المبارح خير طب قوم كلمة المدير عايزك مهم يا عم خلص بقى يلا انت ايه اللي عملت المبارح ده يا بني آدم انت؟ يا فندم انا ما عملتش هاجة والناس كلها كانت وقفة وتشهل عالكلام ده بقولك ايه؟ اللفه والدوران ده مامشيش معايا انت هتطلع من هنا عشقون القانونية وهناك تقول اللي انت عايزه ولو ثبت انك مدامي حوديك في ستين ده يا ليه بس كده يا فندم؟ انا اقترار فاصلك قدامه هو وانا اللي مش عاوزم دي لحد ما لاتكت التحقيق تطلع يا فندم والله ما عملت حاجة فرماوي هو اللي اعتاد علي وبعدين معاك؟ انت تقول لي فرماوي وهو يقول لي انت انتو هتجابوني البعض ولا ايه؟ يا فندم والله العظيم انا ما عملت حاجة اسمع انا صاب لي خلاص نفذ ولا انا ما بتعصب ما بشوفش قدامي ولو ثبت انك مدام اقسم بديني لسجنك انت فاهم؟ رحش في شغلة شوف يا بسته زردو انت موقفك صعب جدا الموضوع مش بس ممكن يوصل للفصل النهائي عن العمل لا ده ممكن يبقى جناية ويوصل للسجن كمان هو انا عملت ايه سيئتك؟ اولا قمت بسبب مدير المستشفى ونائب المدير بألفاز نابية يعاقب عليها القانون وامام جمع من الناس يعني سب وقصف وخدش للحياة العامة انا؟ وكل الشهود اكدوا الكلام ده ثانيا انت اعتديت بالضرب على فرماوي حسين واحدثت له جروح قطعية انا؟ والتقرير الطبي والشهود اكدوا برضو الكلام ده ثالثا انت قمت بإحداث تلافيات بالمستشفى تكلفة اصلاحها يتجاوز إلى 20 ألف جنيه انا يا فندم؟ الحقيقة ان كل الكلام اللي مكتوب قدام حضريتك حصل فعلا سب وقصف وتلافيات وألفاظ نابية بس الحقيقة ان انا ما عملتش ولا حاجة من دول يعني ايه؟ هما اللي أتلفوا وشتموا وكسروا وعملوا كل حاجة؟ هتحب تشوف بنفسك يا فندم؟ هشوف ازاي يعني شما اصطع منها ليك يا فرماوي ومش انتها وحدك اللي ليه واصطعها اسمع يا ابنت ماقولك ايه؟ انا معرفة بنت وجانب انا معرفة بنت جانب انا معرفة بنت جانب انا ممكن اصيح دم وكتب انت يقول لها تصيح دم يا فرماوي تصيح دم وتبعتني بشاش فوقت انا سادلات الشيفة بتاع تبيرتونى نوال الساد امت انت طويلة الديا دا ومش تادي اترموه حسن تعطي اترموه اخرى اترموه اترموه او اترموه اترموه انا صلع المقليه انا اقصد اترموه اترموه ايه اطرموه ايه يا نهاري السود يعني كل دول شهي رزور دول مش هوود افندم دول مجرمين وعايزين يلبسوا هالي عشان يداروا على مصايب تانية كتير هما بيعملوها وانت صورت ده ازاي؟ الحقيقة انا ما صورتش حاجة ده واحد من اهالي العيانين هو اللي صور الفيديو وبعتولي ايوة يا رضا بس ده مش قانوني ومش هيعتدي بيه في التحقيق انا عارف يا فاندم اللي مش قانوني وفي النهاية الموضوع في يد سيادتك عايز تحكم بالورق اللي قدام حضرتك انت حر؟ عايز تحكم باللي شفته بعنيك وسمعته بودانك برضو انت حر؟ وفي الحالتين انا اراضي بحكم سيادتك ايه؟ السبع الخير يا دكتور قالولي ان احضرتك عايزني خير في حاجة؟ تعالي فرمون عايزك انا لسه راجع من مكتب الشؤون القانونية دلوقتي اول ما جيت الصبحية روحت لهم عشان عاوز اعرف ايه اللي حصل في موضوع الرضا الزفتي ده؟ بخير يا دكتور؟ رافض مش كده؟ لا حافظوا التحقيق وهيرجع تام الشوف يرجع فينا بيه؟ لا انا معاه تقرير التعبيع عن نيابة واخريبها على دماغهم اقعد اقعد بس اقعد مش عاوز دوشا؟ اوه انا لسه عملت دوشا؟ يابني قلتلك اقعد 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 الموضوع مش بالبساطة اللي انت شايفها كده في الموضوع يعني يا دكتور؟ كلام المحاقق ده ما عجبنيش شكله كده كان قالب عليك بشكل غير طبيعي طب وساعدك ما اتكلمتش معاني وعرفت قصة؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر حاولت ان انا افهم منه بس مرضيش يقوله حاسس كده ان هو شايف حاجة ومش عاوز يتكلم فيها انت كده هتلقن اكتر يا دكتور شو ما فرماوي؟ كل طالبه منك الايام اللي جاية دي ان انت تهمت حابتين تسكت ما تعملش اي حاجة فاهم ولا ما انتش فاهم؟ طب والوقت الاسم الروضة شو اخي ما لكش داخل بالاسم الروضة ده؟ ما تحتكش بيه خالص افهم بقى يعني يا دكتور يعني سيبقى تعدي بالسهل كده والوقت ده يبقى علم عليها قدام المستشفى كلها وبعدين بقى معاك في رعب العيال ده قلتلك ايه انت شوية لحد منعرف ايه الحكاية بالزبط بعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله انما دلوقتي تعمل اللي انا بقولك عليه بالحرف الواحد فاهم؟ فاهم 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 ايه فرماوي دفعت فلوس المتبرعة؟ تمام يا باشا تمانين الف جنيه بالتمام والكمال حطيتهم في الامانات قبل ما سيت تاخدش اعماليات كويس 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 كدول كم دولة باشا؟ دول عشر بواك ما تخليهم خمستاشر والله ما تلعيني مع الست دي ما انت حمال ثمانين الف جنيه في كلية ما قفين طابير اللي عاوزي خالص بثلاثين وبربعين طب بزمتك انت واخد كم من الست دي وشرفك يا باشا ما خدت منها من ليه محمر بس بصراحة الستة صاحبت علي قلبانة تصدق ساحتك بتباكل يدها عشان تعمل عملية لبنتها ايه ودي الحمال اللي لزلت عليك مرة واحدة دي منت زي المنشار طالع واكل نازل واكل من البايع المشتري هتعملهم علي يا بليه انا طب والله العظيم بس 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 خلاص خد بس مش دافع بعد كده ولا من ليه وكام دولة باشا الفين جنيه يلا امر اللي كفعلنا السواب ايه السواب سدق وتؤمن بالله رضا لا اله الا الله مش انا زابط وعندي اواضي وهم ما يتلم والبيت في مدام وعيال باحد كل ده بنا ما احلم بك انت طب احمد ربنا بقى يا باشا انت ما بتحلمش احلام زي اللي انا باحلم بيها بعيد عنك حاجة رعب وبعيد عني ليه ما هو عندهو هو انا لما احلم بك ما يبقاش رعب وايه الرعب في كده يا باشا كيفان انا بشوفك وانا صاح يا رضا هيبقى وانا صاحي وانا نايم ارحم امي بقى يعني هو زنب يا باشا ده انا جاي وجايبلك بلاغ لوز بلاغ لوز حرامية يا باشا شوية حرامية وشغالين عندنا في المستشفى بيتاجروا في النفايات الطبية لسا محملين حالا عربية واتحركوا بيها بالمستشفى وانا صورت لك كل حاجة يا باشا ومسجلها لك هنا على الموبايل اهو وسمعت ان هما متحركين على المريوطية الو عمليات عربية نقل برقم تمانية اربعة اتنين تسعة لامسين خارجة من مستشفى الشعب ومتاجة على شرعة المريوطية ومحملك رومب يا باشا ومحملك انت جايب بلغ عن نقل الكرومب يا رضا للتمويه الكرومب ده ليه التمويه يا باشا النفايات الطبية موجودة تحت الكرومب العربية محملة كرومب يا فندا محملة ايه كرومب للتمويه ساعتك النفايات تحت الكرومب ان شاء الله قولي ما غير التمويه كرومب انت متأكد يا رضا تعيب يا باشا حتشوف بنفسك انا حس ان انا اصرعت هاتلي افتروا شاي فولي حاضر يا باشا اوه يما صباح الكل يا اشرف بيه هو يوم مش معدي فيه يا رضا ايه يا رضا عالصبح انا لسه مفترتش لسه حتى ما شبتش كباية الشاي يا اخي جايبلك قضية مقشرة يا باشا اكبر عصابة لتجارة الدم في مصر لا وايه جايبهلك بالراس الكبيرة كمان وبالادلة والمستندات يا رضا يا رضا انا لسه ما فتحتش عينيه من اقلت بقى يا سلام لو تفتح عينيك على المفاجأة الحلوة دي وبرضو النصر بتاع سيادتك محتاج دبورة والنصر ايه جو مراتي ده عصب الفطار يا باشا هاته يا فولي الفهان يا باشا الله يهنيك يا سيدي معلش بقى انا هستأذنك في كوباية الشاي دي لان انا مطبق من مبارح وما نمتش هالشاي غيره لاشرب بيها فولي حاضر يا باشا حاضر يا باشا ايه يا رضا الشاي ده بتاع يا بني ببلع بيه اللقمة عالصبح المعلومات بقى اللي انا جايبها لسيادتك هتبلع بيها الزلط مش اللقمة اهم حاجة نصرع في الإجراءات عشان المتهم نايم دلوقتي وعايزين الحاق قبل ما يصحى فانجز حاضر نعم قصدي انجز سيادتك يعني فيه سابرين يا سابرين يا راحت فيه یہ دا انت يا بني آدم يا بني آدم اسحى انت يا طور اوه انت بسبعين نومة ما تسحوا تكلمني شوفت صابريم الست اللي كانت هنا مبارح يعني ما خبرش طب اطلع لنا بسرعة يا غبي اوه 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 انا انا ادم انت نعم على مدالك ولا ايه خير يا بير في ايه ازاي البيتو تخرج من غير ما تشوفها وانا اعرف منين يا بيه؟ ما كل مرة بيهجوا ويباتوا وبيبشوا مبسوطين اش بقى للمرة دي عاد؟ البنت دي نايميت وقكيد سرقت حاجة يا ما حذرتك يا بيه وقلت لك السكة دي عوية واخرتها السودة ما سدك تنيش اشرب عاد انا في ايه ولا في ايه دلوقت يا حيوان ادخل طور معاين كل حاجة سرقت كده ولا كده هلا افضل دور كل مرة يتعكوا يتنايل على الاراس اللي خلافوه ويمسك فيي انا انا هاعمل لك ايه انا المزلس داخل افضل عاخر منها حاجة ما؟ خليك انت انا اللي هفتح افتح لك ايه هموز اللي هتعمل اصطباعها دكتور شوكي الغياتي ايوانا في ايه؟ حضرتك انا معايا امر من النيابة بتفتيش الفيلا تفتيش ايه كلام فارغ ايه؟ تعرفت انا بتكلم مين؟ حضرتك انا عارف طبعا انا بتكلم مين بس ده امر نيابة مايفرقش مهامل موساط ده كلام فارغ انا هوريك اذا كان يفرق ولا مايفرقش دكتور شوكري قلوش لازمة اللي انت بتعمله ده عشان الفيلا هتتفتش هتتفتش تمام يا فان ده بروحين طب اه هسيبكو مع بعض شوية مش فكريني هوا اه نورا دكتور شوكري اعمل يا شوكري اسمع ارافط انا ماسك لساني لغاية دلوقتي لكن انا مش هشيل الشلة الواحدة انا بقول اهو ايه ده ايه ده شوكري المواقف اللي زي دي بتبعه زي هدوق وترتيب افكاري ترتيب افكاري ايه؟ يعني انا قد لسه رتيب افكاري لحد بلاقي نفسي لا بستعبيده شوك الباشا بذات نفسه مواصين اني انا قوملك اكبر موحامين في البلد ان شاء الله هيلقوا خطأ في الاجراءات اجراءات ايه خطأ ايه؟ دون زرطة كل حاجة الاوراق والمسادات معاهم بعدنا كده لابس رسمي هلا بس اللي بجنيني ايه ازاي الموضوع ده تم ما عرفش ما عرفش ازاي شكري انت كنت لوحدك في الفيلا ها؟ كنت لوحدك في الفيلا ايوه شوف يا شكري ازاي ما قلتليش كل حاجة بالزبط انا مش فقدر اعملك اي حاجة ما كنتش لوحد كان معاك مين بقى؟ كان معايا بنت حلوة كده تعرفت عليها في الكبارية تفتكر البنت دي هي اللي بلغت عندك؟ ما عرفش هرقفت بس بس ما افتكرش البنت دي غلبانة والله انت اللي غلبان ما مش بعدي تكون مرشدة ولا حد زقيقة عليك عشان يوقعك مين اللي عايز اعمل معايا كده؟ انا عارب بقى ما نهاما قلتلك بطل مصايبك دي وانت مفيش فايدة خلاص بقى هرقفت نسبنا من السيرة دي عندك حق نسبنا من السيرة دي اهم حاجة عندي دلوقتي ان انت تروق كده وتزبت واحنا ان شاء الله مش هنسيبت الله طعمها حلو قوي انا شبعت ده اللي ما قلتلك مات بس يا ردا بقى الله يا ردا ما قلتلك ما قرناش حاجة اللي قدامنا طويل يا اخي قفت بقى عايزك بدوق الاكل كده بتقولي رأيك لسه ما دخلاش فتقيه ماشي مين الغابي اللي جاي في ساعة زي دي؟ شكرا 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 دي خطوة عزيزة يا باشا اول مرة تشرفني في بيتي يعني لا للاسف يا ردا دا مش جاي زيارة انا جاي المرة دي في شغل انا كان قلبي حاسس ان انتو هتشغلوني معاكو في البوليس والله لا انا جاي ومعايا امر بالتفتيش يا ردا التفتيش؟ ليه يا باشا خير تتعرف تلوقتي مرتك جوا؟ اه موجود تقول لها تدارة بسرعة سكة يا صابرين حضر يا ردا تعال انتو هو خشوا فتشوا اللي بدي حتة حتة يلا بسرعة في ايه؟ في ايه يا ردا الله العظيم معرف حقا صبري دوتش به ناس. فكانت دي حاجته يا باشا ايه دار دا؟ ما عرفش يا اللهي بس شكلها كده أدوية من بتاعت المستشفى وإيه اللي جابه عندك؟ ما عرفش أنا أول مرة أشوفها هنا أول مرة تشوفها هنا وإيه ده كمان يا بيتها؟ أول مرة تشوفهم برضو؟ هو فيه يا أشرف إيه؟ فيه إني جالنا بلاغ إن أنت سرق أدوية مخدرة من العودة بتاعتك وإنك بيحت جزء منها ودي الدبا ودي الفلوس لا الكلام ده كذب، الكلام ده ما حصلش ودول برضو كب؟ هتوه هتوه يعني إيه؟ والله على عزيزة يلا يا بيشة أقول لي ما عمل حاجة يا بيشة أقول لي ما عمل حاجة يا بيشة يا بيشة أقول لي يا ريدا يا أشرف بيه سيادتك عرفني كويس لا يا ريدا أنا معرفكش أنا معرفش غير الأدلة اللي قدامي وبس واللي فات كله؟ يعني ممكن نقول عليه كده تمثيل بس من ممثل شاطر بصراحة برافو يا ريدا كنت هايل هو سيادتك مصدق اللي أنت بتقوله ده؟ ومصداش ليه؟ أنا الشغلانة بتاعت دي يا ريدا علمتني إن أنا أصدق أي حاجة من أي حد في أي وقت وبعدين إحنا في زمن مفهوش حاجة ما بنتصدقش طيب لو افترضنا إن اللي سيادتك بتقوله ده صح أنا هاعمل كده ليه؟ هقول لك أنا يا سيدي يعني عشان لما تقع زي ما حصل كده تيجي تقول لي بقين الصعبانيات دول وتصعب علي وصدقت بلاش دي؟ اختلفت إنت والبرتيتة وهيستخلص منهم فجيتلي عشان أخلصك وتبقى بطولك لوحدك كده في المشتشفى رايز تمريد وكل حاجة إيدك عليها سيادتك هو أنا لو بالذكاء ده كله هروح أسرق أدوية من دولاب في عهدتي وأنا اللي ماضي عليها بنفسي عشان هودي نفسي في نصيبة سيادتك اللي عمل كده عمل كده عشان يهزين أنا وإنت عارف كده كويس ما تقول لك يا ريدا ما تشغنيش بالكلام ده ما تصدقنيش اللي عندك كله في النيابة يا ابن الحلال ويا ريد تلاقي حد يصدقك أصلا ماشي يا شابي سيادتك تقدر تقفل المحضر وما تقلقش أنا معي يا رب الله سيدي الرئيس إن هذا المتهم الماثل أمام عدالة حضاراتكم اليوم لم يرتكب جرماً واحداً يوصف بالجناية وإنما ارتكب من الأعمال الإجرامية ما يوصف بالجنايتين أي الواردتين بالوصف الوارد بأوراق القضية الجناية الأولى وهي اختلاس جواهر مخدرة والتي كانت في عقداني حال كونه موظفاً عمومياً بمستشفى الشعب الحكومي واقترنت هذه الكريمة بالكريمة الثانية وهي الإتجار بالمواد المخدرة والمتحصرة والحد يقول له يسكت شوية من بداية الاختلاس آنحة البيانة سيد الرئيس إن هذا المتهم الماثل أمام عدالتكم باع ضميره من أجل حصوله على المال فضمر العقول الشباب والشيوخ وخرر بيوتاً وضمر عائلات فماذا أنكم فاعلون مع هذا المجرم الأثيم؟ والذي وبالتناقض المريع يعمل ممرضاً في هذه المستشفى المفترض أن يخفف أوجاع المرضى ويشعر بألمهم مما يؤكد أن الجريمة متعصلة بداخله ولذلك بأطالب عدالة حضراتكم بتوقيع عقوبة الأعدام على المتهم تطبيقاً لنصوص مواد الاتهام أربعة وثلاثين واثنين واربعين والواردة بأمر الإحالة شكراً يا سعطة الرئيس الدفاع يتفضل تعالى طول ما أخرنا كده شوي لأشا يا رئيس هنلحب صاحبك كده شكله هيلبس أحمر يا أم ما هيلبس الوضع بيضاني ومكلبس والأحمر عليها يبقى زي بفول منها بقي صعبان علىية sandwich اما صعبش عليك غالق يلا مد عشان نلحن الحكم محكمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الشعب بعد الاطلاع على أوراق الدعوة وما قدم فيها من مستندات ومذكرات وبعد سماع مرافعتين النيابة والدفاع حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الأراء على المتهم رضا عبد ربق الشنجيدي بإحالة أوراقه إلى مفتي اليوثورية لأفضل سفر الجلسة لا يا فهمي أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مين قالك أنه هو كلام فارغ؟ أني استجابني عنده المحامي هو اللي قال لي محامي؟ يا خوفي من ده محامي ربنا ينفق في صورة النهار ده يا رب سيد الرئيس إن ده القاعدة الفقهية والقانونية التي نتمسك بها جميعا في هذا المحراب المقدس محراب العدالة أننا قد نسمح أن يتلت مجرم من العقاب أهوا بكثير من أن نحكم بالإعدام على بريد إن الشاب المبتهم بالإتجار في المخضرات واختلاس مواد مخدرة من المستشفى التي يعمل بها هو من أسرة مصرية تعيش بالكاد وهو عائلها الوحيد إنه يعمل ليلة نهار لكي يوفر لأسرته حياة كريمة هو من اللي جاب الرجل ده؟ مش عارف كراما؟ عمك بلا وكسا لم يضبط يوما ما وهو يأتي بأي عمل مخالف القانون بل إنه كان سببا مباشرا في القضية الأخيرة التي هزت الرأي العام قضية الدكتور شكر الغياتي وقد شهد رئيس المباحث المنطقة بأنه هو الذي ساعده بشكل مباشر في كشف تلك القضية التي هزت الرأي العام هو من يجاب الأستاذ؟ هو لقيته وجايه بيطلب أنه هو يترفع في القضية ده أستاذ نطلينه وما أطرش أقول له له إن هذا الشاب بريء برأة الذئب من دم ابن يعقوب أنا أعلم إن المحكمة الموقرة تحكم فيما بين يديها من أوراق ولكن أطمع في رأفة هيئة المحكمة الموقرة أطمع في أن تنظر بعين العطف لذلك الشاب المسكين الذي عاش حياته كلها عنوانا للشرف والأخلاق والمبادئ لتأتي هذه الجريمة فجأة من خارج اللاسياق دونما دوافع جديدة أو أسباب ظهرت فجأة ودون أن يظهر أثرها على حياته أو معيشته شكرا الحكم بعد الدولة الشيء يا عمي فرماوي تفتكر كده عمينا إن الحكم ممكن يتخفف عن الودة يا عمي ما يتخفف حيث خذوك يا إيه طب ما هو ممكن ياخد براءة براءة إياها بالإنت الأضيلة كلها ضده إنسى هالبراءة إيه المحكمة حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رضا عبد ربو الشنديدي بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله تكون اللي تدهوني الحمد لله بعض العظيم شكرا لامة تنيني شكرا لامة تنيني سيغي امنياتي سيغي أجل يمزي أعدي مرحباً مرحباً يده 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 افتح انزل 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 انتو مين وعايزين من ايه؟ انا بعملش حاجة انا معرفش حاجة والله انتو مين دايب انا عايز اعرف يا اخوانا فكوني بقى انا عايز اعرف انا فين طب انا الواحدي في المكان دا ولا في حد معايا السلام عليكم يا رجالة السلام عليكم يا رجالة السلام عليكم يا رجالة مين اللي قالكو تعملوا كده يا بهاي؟ واي معلم تعال فوقوا يا رجالة يا رجالة يا رجالة حمد الله على السلام يا رجالة رجالة انت تعرفني من اين؟ وانا فين اصلا؟ المعلم سلطان بيمسي سلطان؟ اه كان عملها لك مفاجئة لما اعرف ان انت متضايق علشان موضوع سابريم مراطي وانت كمان تعرف سابريم مراطي؟ سلطان حكالي على كل حاجة يا رجالة وهو اللي مدبر العملية دي كلها واضح ان انت تعرف عني حاجات كتير قوي بس انا لغاية دلوقتي بقى ما عرفش اسمك حتى اه صحيح انا نسيت اقولك انا مين؟ انا سليم اخو المعلم سلطان الصغير تعال يا رجالة تعال حبيبي تعال ولما هو المعلم سلطان بسم الله ما شاء الله ربنا كارمو وعند الرجالة دي كلها مهربش هو ليه؟ ويهرب ليه؟ ما اللي بيعمله برا بيعمله جوه وبعدين يعني اللي فاضلوا كلهم ستة اشهر ما يستهلش ان هو يهرب علشانهم ويقضي بقيت عمره في الظلمة هم يهربنا انا وعيش بقيت حياتي في الظلمة؟ اه عشان تلحق موضوع مراطك ده وبعدين لعلمك بقى انا عاملك مفاجئة هتبسطك قوي مفاجئة ايه؟ مالك كده خفيف خليكتي ايه ده الصبر جميل دلوقتي توصل ايه وصلت ايه؟ اوعى ايدك بسمني بقولك بقى محاوليش اوعى تاخدني على فيل تاني يا واحدة تاني يا واحدة تاني يا واحدة صابرين؟ ريدا ريدا صابرين ريدا انا انت اكدع ستة انا شفتها في حياتي ومن النهاردة عمري بحسيبك تاني استنى بس يا ريدا يا ريدا يا ريدا حرف عليك طب فاهمني انت راح فين؟ ما انا لازم احاول يا صابرين تحاول ايه بس يا ريدا احنا في اعرف ايه؟ يا بنت فهمي الايباد ده مش هيساعدني بس في موضوع الدكتور شريف ده ممكن يعرفني كمان من اللي ورطني الورطة السودة دي طب انت هتروح ازاي بس يا ريدا انت ناس ان البولوت بيدور عليك وقالب عليك الدنيا حتصرف يا صابرين حتصرف طب افرد اتصرفت ووصلت المستشفى تقدر تقولي ازاي هتدخل للدكتور شريف؟ انت ناس ان عليه حراسة ماهو فيه هناك هناء زملتي يعني عرفها من زمان ما انت عرفاها كنت بفكر اكلمها واللهي هناء هيبجي الحب الاولاني جرائي يا ريدا انت حانيت ولا ازروفة يووو معقول يا صابرين شوف انا بقولك ايه وانت بتقولي ايه ما انا حكيلك على كل حاجة قبل كده وقلتلك انها طلعت عبيطة مش هتروح يا ريدا يعني مش هتروح يعني انت عاجبك اللي احنا فيه ده؟ خلاص لو قررت انك تروح يبقى رجلي على رجلك مش هينفع يا صابرين لان هي لو شفتك مش هترضى تعمل اي حاجة ما انت عارفها كويس خلاص يبقى هستنىك بره هتستفيد ايه بقى ساعتها؟ ما انت يا خويا هتفتح الموبايل عشان اسمع كل كلمة وكل حرف ازاي ما عملت معي وانا عنده شكر بغياتي هي حصلت يا صابرين اه حصلت يا ريدا وبعدين ممكن افهم انت هتجيب الايباد ازاي؟ ما هو فاهمي اكيد مترائي يبقى مش هترفت قبله بالسهولة دي والله يا عندك حق طب هنعمل ايه يا صابرين باس احنا بقى نعود ونفكر ونمخمخ كده نشوف هنعمل ايه عشان ما نروح شفتايا اميه ايه يا بنتي؟ تخضيتي ليه كده انا رضا؟ مالش متوترش فايا بس انا امقدر موقفك بس والله الاولى ان انا شاكك ان فاهمي مترائب انا ما كنتش حطيتك في الموقف ده عبدا مش وقت الكلام ده دروتي طيب بعد اهو انا بجد مش عارف اشكرك ازاي تشكرني على ايه احنا اخويت انا زاي فاهمي بالزبط ولو عاست اي حاجة تانية من فضلك قولي كتر خيرك او من ايه مش محتاج حاجة؟ لا كده خلاص اللي جايه كله بتاعنا بقى يلا سلامة خد بالك من ناشتك ان شاء الله واحد لا لا ريدا يا ريدا 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 يا هده، إيه اللي أخارك كل ده؟ اسكت 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 يا رضا أنا مش هادل هتلمي على نفسي لا لا لا، أبوس إيدك تلمي على نفسك بسرعة لحسن، تبقى وزننا الخطة كلها أيوة، بس أنا لحد دلوقتي، أنا مش عارفة، إنت عايزني قابل إيه؟ لا، الحكاية بسيطة خالص، خالص إيه دي بس كده؟ إنتي هتاخد الأيباد دا وحتخشي عند الدكتور الشريف وحتفتحيه ببصمة إيديه، وبعد ما تفتحيه تغيري البسورد بتاعه، هتعرفي تغيري البسورد؟ أكيد طبعا، ولا أنت فاكرني جهلة؟ لا سدتي لجهلة ولا حاجة، والله ما بتريع عليك، أنا البتاعة دا معايا أصلا بقاله كتير معرفش إنه بيتفتح بالبصمة غير من يومين أنا برضو مش فاهمة، عايز تفتح البتاعة دا ليه؟ واحنا اللي حنقوله حنعيده يا هناء، مش أنا قلتلك قبل كده إن دليل برقتي موجود جوه الأيباد دا؟ أيوة أيوة، قل كده بقى، أنت عايزني أفتحولك علشان تظهر برقتك وتروح جاري للست صابرين بتاعتك دا كلام برضو، وهو أنت اللي يشوفك يفتكر صابرين ولا حد؟ دا إلي كل حاجة في حياتي، وما الحب إلا للحبيب الأولي، بتحبيني بجد يا رزخ؟ إلا بحبك، دا أنا بأمود فيك دا أنا بيت هيقلي إن أنا ربنا وقف لي صابرين في سكتي؟ عشان أعرف إمتك إنتي وفتكرك، إنتي فين وهي فين؟ أنا عارفة كانت عجبك على إيه؟ والله أنا نفسي مش لاقي إجابة للسؤال دا لغاية دلوقتي، بس تقريبا كده والله أعلم كانت عاملالي عمل أكيد طبعا، هي دي حد يبصلها دي حتى خنفة يا رتها جد على الخنفان وبس دا عليها لسان يدفانت له بلادي، لأ وإيه؟ كشارية كده وبوزها شبرين وأدمها أدم فقر بعيد عني بقى أنا كشارية والسانية ويلي؟ بوديني لوارك يا رضا ألو 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 إيه دا؟ إيه دا يا رضا في إيه؟ لا برق ما فيش بس ساعات بن جيلي نرزك كده يعني ما تشغليش بالك إنتي خلينا في وضعنا عارفها أنا أنا طول ما أنا مع صابرين ما بفتكرش غيرك إنتي وأيامنا الحلوة بتاع الزمان يا طرى فاكراها؟ إيه اللي فاكراها يا رضا؟ ودي حاجة تتنسيب طب دا نعايش عليها طول الوقت وكنت حاسة أنك في الآخر هترجع لها النقطة حبابتك وديني رجعت رجعتلك بس بعد ما عرفت أمتك يا أمر رجعت المايا في زورك يا بعيد وديني لابلغ عنك يا رضا وقدك في دهيك وإنتي لسه شفت حاجة اعملي بس اللي أنا قلتلك عليه ولسه العمر قدامنا ده أنا حهريكي كلاما آي يا أخويا مو أنت مش فارح غير في الكلام وبس ما أنت بقى لك سابع سنين ما بتعملش حاجة آخر أنك بتتكلم حاضر حاضر استنى بس شوية صمارين ثانية واحدة ثانية واحدة روح ورجعلك ها؟ بقولك انت عادة مني انت رايحة تعمليه ها؟ طيب ده أهم حاجة ده طيب خليك ها؟ حاضر ثانية واحدة باجعلك حاضر باجعلك هنال نعم اللي انت بتعمليه معايا عمري ما حنسهولك طول العمر بحبك يا رضا وأنا بموت فيك يا روح قلبي رضا من جوا من جزي لا لا ها ايه يا صابرين؟ فيه ايه كنت هتوديني في دهي حبيتك عربة منك ليه جرى ايه يا صابرين؟ مش لازم اتسيرها عشان الموضوع يمشي ايو اتسيرها يا رضا بس مش للدرقة دي يعني حاضر حاضر يا صابرين ادعي انت بس ربنا يكرمها وتقدر تعمل كل اللي احنا عايزينه مش يا رضا مشي على فين؟ دخلات دي الحالة حول بس ما فيش ادواء للساعات انت هتعرفنا شغلنا يا جرى انتك الدكتور كاتب له على حقنا غير الادواء الاساسية طب خلاص بالراحة انا بتأكد بس فضالي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة اتأخرت كده ليه يا ريدا؟ صابرين؟ اه يا حبيبتي الخانفة انتي ايه اللي جابك هنا يا صابرين؟ لا انتي ما هتعرفيش يا هناء مش انا وريدا رجعنا البعض يا حبيبتي اه صحيح ده انا نسيت اقولك مش انا معرفتش افك العمل اه يا حبيبتي ما عليش والله يسنو غالبان اوه استان قبلنا العمل على قلم اه طبعا طبعا يا حبيبتي في قلبي وانقدر استغنى عنك طب يلا بيبيب عشان اتأخرنا قوي يلا يلا يا روح اقابلك بقية هناء اه ما تلقى جحش كده يا خب يا حبيبتي الله بقية هناء برسين يا ولادي الكلب وسمعتين بودانك يا نادية وهتجانن ومن ساعة ما سمعتهم وانا مش مصدقها انت متأكدين انت سمعت صح يا نادية؟ انا متأكدة يا دكتور من كل اللي سمعتهم واول ما سمعت ايه تقولكو على طول انت متعرفش ردة كان غالي علينا قد ايه؟ فيكي الخير يا حبيبتي بس الاتنين دول بيعملوا في ابني كده ليه؟ عالم سوا وردة طول عمر واقف لهم زي اللقمة في الزور قالوا نخلص منه بقى من كل الله يا بعدة طب انت مبلغتش البوليس ليه؟ انا كنت بفكر في كده بس قلت اكيد هم هينكروا وخصوصا ان انا مفيش في ايدي دليل ومش بعيد انه هم يمسكوا الحاجة كلها ويتووها او ممكن يحرقا ويتخلصوا منها يا دكتور عندك حق طبعا فرماو شوق الكلب بتاعه هم اللي يامع عملوا فخور لحد ما رموه في السجن انا جيت وبلغتك وحق الردة دلوقت يا دكتور بقى فرقابتك ولازم تجيبه سالفول يا عم محمد سالكو سعيدة يا رجالة سالكو 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 فرقابتك سالكو 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 سالكوش سالكو صلاح مفور سالكوش ايه? شاو ايه? فباقوك. زكا شاو? ريدا? بتحزبني يا ريدا? دي برضو مقابلة تقامل بيها حد من دمائي لك. انا ما عملتش حاجة يا ريدا. ومي اللي قال ان انت عملكت? يبقى لا عايز مني ايه? عايزك يا شاو ايه? تحكي لي كل اللي انت تعرفه وبالتفصيل المملك. لا ما عرفش حاجة وما عملتش حاجة وما عديش حاجة حولها. يبقى انت كده يا شاو ايه? حكمت على نفسك بالموت. انت بتقدر ستعمل حاجة يا ريدا. مين قالك ان انا ما قدرش? انا اصلا راجل مسجون. واخد خمستاشر سنة. ومش بعيد بعد حكاية الهروب دي. يبقى اعدام. تقلي يعني مش هنخسر حاجة لما نقتل واحد كده فوق البيعه. لا يا ريدا. لا السلبي يا ريدا. يا ريدا. ما عيش ده يا ريدا. فرماوي. فرماوي هو لديك لك السجن. انا ادوب كنت ما سعده. والله ما عملت حاجة. مازل يعني ده موسيدك. بس 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 بس. انت ايه هتقلهم لي بسرعة ولا ايه? لا 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 لا. لا تهدى. انا عايزك تهدى خالص كده و تاخد نفس. وتحكي لي من الاول. من الاول خالص بقى. يلا. مولى جو. أنا وفرماوي استنيناك لما نمت بعد كده دخلت واتسحبت مجل ما تاخد بالك أول حاجة عملتها قفلت التليفون علشان ما حد يشيريني عليك وتقلق بعد كده فتحت الدرج خد المفاتيح قدتها الفرماوي وعمل عليها نوزها بعدها دخلنا مغزن الأدوية وخدنا كل الأدوية المخدرة اللي موجودة وثاني يوم على طول فرماوي اداني الحاجة في كيس ومعها الفلوس طلعت الشقة اللي انت متجاوز فيها دورت على قوت النوم بتاعتك ترجمة نانسي قنقر وحطيت الحاجة فوق الدلابة علشان نضمن ان البوليس يلاقيها هو ده كل اللي حصل وانا المفروض أصدق اللي انت بتقوله ده يا دي الحقيقة سدك يعني اللي حاولوا يقوله دكتور شريف هم اللي لبسوا قضية الرضا عشان يخلصوا منه والناس دي على كلامك انت مش ناس عادية تقول مافيا كبيرة صاح يا ابني مافيا كبيرة يا انت قلت كده ولا أنا بابلع ليه مافيا كبيرة صاح ايو 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 اه والله يا دكتور فامي دي قصة هيلة لأ وخيالها حلم بس ملهاش اي لازمة عشان ما فيش دليل ايباد انا جمعت الحادثة كل المعلمات المهمة في فولدر اسمه رضا الايباد دي اباشا بتاع الدكتور شريف كان سايبه الرضا وانحنا مكوناش عارفين نفتحه لما فتحناه لقلنا فيه معلمات مهمة جدا ممكن تساعد حضرتك انك تقبل على العصابة دي الاهم بقى يا اباشا ان احنا اكتشفنا ان الدكتور شريف حاطت كاميرات سرية في بيته كلها متوصلة على الابليكيشن موجود في الايباد ده اسمه هوم سيكيورتي هباك لو دخلت عليه هتشوف كل حاجة حصلت يوم الحادثة ليلة الحادثة يا باشا قابل رضا كان عند دكتور شريف وقاعد بيحكوله على كل البلاو اللي بتحصل في المستشفى وهم قاعدين الكراس درعا ثانية واحدة قامت دكتور شريف يشوف مين وصاب رضا بيفتح الباب لقى سلامة اللي شغالها عنده وافق قدامه سلامة؟ وراح ضربه بالمسدس بتاعه بس كان مركب كتب سلط بعدها راح داخل وحط المسدس كاميرا عشان خاطر الموضوع يبني ان هو انتحار فما حدش يشك فيه خالص بالذات بعد شهادة الدكتور رقفت انما بقى لسوق حظه ان قابل رضا كان موجود وطبعا المحاول اللي مكانش حد يعرفه والحمد لله ان قابل رضا كان محاول ولحق الدكتور شريف وطبعا الباقي يا باشا سيادتك عارفة انا على السود بتاع ده فيه معلومات تودي الناس دي في ستين داهية مش داهية واحدة ها دلوقتي عرفت ليه كانوا عايزين يخلاصوا من دكتور شريف وليه كانوا مرعوبين من اخوك رضا بس كده فيه مشكلة برضه فعلا كل الأواضي دي مالهاش داع بوضية رضا يعني حتى لو قابضنا عن الناس دي اخوك رضا هيفضل مسجول مفيش دليل براءة اللي عرض تطلعوا بيه ما ده الموضوع التاني اللي انا جايلك عشان عبر هيا عمي فرماوت اخرتك ده بيه ماشو ما انا جيت اول ما انتكلمتين اهو المهم الراجل ده تيل تيل يعني مال ايه بص حواليك وانت تعرف انت مش شايف ولا ايه لا شايف بينا عليك شوال انا سوق عادة شوي تلميذك عمينا بس بقرعيني لا هده لاش بقيت استير كل خير فيه المشتري هناك اهو بحال بحال فرماوي وصل يا طويل العمر يا هلا يا هلا يا هلا فيك والله يا عرباوي لا فرماوي ساعدتك فرماوي عرباوي دي حدا من المواخزة عندنا اغنية يعني ترى عرباوي ليها لون ومعنى لكن ويش هزي السرماوي بيش سرماوي فرماوي وبعين فرماوي دي جاية من معلين يا عمي انجز وده وقتون فين الحاجة خلينينا نخلص يا عمي الحاجة هي هي تمتاجي دي تفضل سموك ترى ويش هزي المكتوب لا دي حاجات خاصة بشتغل عندنا خاص مستشفى الشعب العام ويش هزي مستشفى الشعب العام وتفرق مع اسموك؟ لا هجل تفرق معنا احنا يا فرماوي ايه دا؟ لا 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 مش عايزك تتخضوا ولا تتفاجئ دا البوليس مش اكتر رضا؟ لا باشا الحمد للنجيت على غافنا اهي الحاجة دي مش بتاعدي مع الشوق اهي تلسة فيك نفس تجدب يا فرماوي على فكرة كل اللي حصل دا اتصور صوت وصورة ومش هنسألك نزيع ولا لا لأن احنا خلاص زعنا وفضحتك بقت بجلاجب اتنورنا فرماوي خدوه منك يا رضا خدو دا كمان يلا يا الله حزب الله ونعم الوجين حزب الله ونعم الوجين يا رضا شفت بقى أشرف ليه؟ اهل انت شفتو دلوقتي دا هو التمثيل لكن اللي كان حاصل قبل كده كان حقيق يا رضا كان حقيق يا باشا ويا ترى بقى عرفته ومين هو الكبير بتا الليلة دي كلها؟ عرفنا أعمك فاضل الشمديدي بس ما تقلقش زمان أمر النيابة بيطلع دلوقتي عشان نقبط عليه هو وكل البرتت بتاعته مبروك برا يا رضا ولا أولاك يا طويل العمر لا انت بتهذر يا أشرف بيه وانا أصلا زعلام منك معلش يعني خلاص بقى يا رضا قلبك لا 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 مش خلاص لأن انت صدقت علي حاجات وانا مش بتاعك الكلام دا وانت عارف خلاص يا رضا حصل خير خلاص يا أشرف بيه إحنا اللي بيننا ما كانش شوية هو إيه اللي بيننا اللي ما كانش شوية؟ حد يسمعك يا ابني فهمنا غلط خلاص يا رضا لا أنا زعلام فعلا ما خلاص يا رضا خلاص تمام يا فن موسيتم موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة